اهلا بكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح. في الفيديو ده هشرح طريقة التقديم على منحة تدريبية من موالب الكامل. المنحة دي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية تحديدا في ولاية كاليفورنيا بلوس انجلوس. الفرصة دي التدريب من وبتمنحها جامعة المنحة دي زي ما قلت لك موالب الكامل شاملة جميع المصاريف ولجميع الطلاب. وطبعا زي ما احنا ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التقديم خلينا نعرف ما بعض ايه هي مميزات وتفاصيل المنحة التدريبية دي. ويريد في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكريب واشتراك في قناة وتفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنح الدراسية المجانية وفرص التدريب الممولة بالكامل. وكمان في ملحوظة مهمة لو انت عايز تقدم بنفسك فده بيتم عن طريق انك بتتبع خطوات الشرح الموجودة في الفيديو ده لو انت عايز تقدم من خلالنا فده بيتم عن طريق انك بتملق ولا بتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده. بتملق وبنتواصل معكم بشارة وكمان في عروض خاصة لمتابعي قناة دكتور المنح. وتابع معنا بقى الفيديوهات اللي جاية الفترة القادمة لان احنا هنعمل مسابقات كتير على الفيديوهات الخاصة بينا وهنطلع ناس بتكسب معنا وهنقدم لها ببلاش. طيب هنيجي دلوقتي مع بعض هنا سايب لك نبز عن التدريب ده تدريب تدريب ده زي ملتلق مول بالكامل في الولايات المتحدة الامريكية تحديدا في ولاية كاليفورنيا. ده متاح لجميع الطلاب من كل دول العالم بيوفر فرصة للطلاب للتدريب في مجالات وكمان ينفى يقدم على الفرصة دي الطلاب المهتمين بالمجالات دي. هنيجي مع بعض هنا لتفاصيل المنحة. زي ما قلت لك الدولة المستضيفة الولايات المتحدة الامريكية الجهة المنحة واسم الجامعة جامعة كاليفورنيا. نوع التدريب ده ممول بالكامل ومدة التدريب دي تسع اسابيع بتبدأ في واحد وعشرين يونيو عشرين وواحد وعشرين وبتنتهي في عشرين اغسطس عشرين واحد وعشرين. التدريب ده متاح لجميع الطلاب الجامعين وكمان الخارجيين لمختلف التخصصات. كمان يجب ان يكون عمر متقدم على الاقل تمنتاشر سنة. الفرصة دي مش بتطلب منك شهادة اثبات لغة انجلزية يعني مش بتطلب منك طفل كمان متاح لجميع الطلاب من كل دول العالم وكمان الطلاب العرب من جميع الدول العربية. اخر معد التهديم على الفرصة دي اتناشر فبراير عشرين واحد وعشرين. طيب ايه هي مميزات التدريب ده زي ما قلت لك ان الفرصة دي بتشمل كل المصاريف. اما ولا بالكامل. طب هو بيغطي لك تذكر السفر من و الى الولايات المتحدة الامريكية. كمان بيوفر لك راتب وقدرة تلاتة تلاف وخمسمية دولار امريكي ودولار تقريبا طوال فترة التدريب. يعني انت بتحصل في تسعة اسابيع على تلاتة تلاف وخمسمية دولار امريكي. كمان بتوفر لك الطعام بتوفر لك سكن مجاني. طبعا السكن بيكون تبع الجامعة. وكمان بتسهل لك استخراج التأشيرة. اللي انت هتحتاجها في الصفر للولايات المتحدة الامريكية لحضور فرصة التدريب. طيب هنيجي مع بعض هنا ما هي المجالات المطلوبة للتعديم على التدريب ده. لو انت في تخصص من دولار او اتخرجت من تخصص من دولار زي العلوم علوم الكمبيوتر هو الرياضيات الاحصاء التقنية الحساب العددي او تحليل البيانات. فانت بتقدر تقدم على فرصة دي. هنا انا سايل لك شوية فرص. اخر فرص احنا اعلننا عنهم على القناة بتاعتنا. والويب سايت بتاعنا انت بمجرد من بتضغط على اي فرصة من دولار بتلاقي التفاصيل عنها والشرح بالفيديو وطريقة التقديم عنها. طيب بالنسبة للمساندات المطلوبة هو طالب منك بيانة الدرجات او وده بتجيبه من شؤون الكلية الخاصة بيك شؤون الطلاب لو انت تخرجت بالفعل فانت اكيد معاك بيانة الدرجات ده ياري تكون باللغة الانجليزية وكمان تطلب منك كسيرة ازاتية باللغة الانجليزية برضو طالب منك خطاب التوصيع وده زي ما انا تعرف عليه واحنا بنشرح في طريقة التقديم ان دولا بيكونوا عبارة عن شخصين او تلات اشخاص بس لازم يكونوا شخصين على الاقل انت بتدخل بياناتك وبيبعتولهم على الايميل انه الطالب ده دخل بياناتك وانت مطلوب منك ان انت تكتب الكمانتشان على الطالب ده ده كل ما انا تعرف عليه واحنا بنشرح طريقة التقديم. طيب هنا قلت لك في ملحوظات ممكن تهمك لو انت عايز تزود فرصة ابولك سوى في فرصة تدريب دي او في اي منحة تانية كل اللي عليك ان انت تم لقى خاص بينا واللي بتلاقي لينك بتاعه موجود في الخاص بينا من هنا او موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو وكمان احنا بنزلنا فرصة قوية عن منحة جامعة في كندا بنسح كل طلاب ان هما يقدموا عليها في عروض خاصة للطلب العايزة تقدم على منحة جامعة من خلال القناة الدكتور المنح. لو انت عايز تدين بنفسك فانت بتتابع خطوة الشرح الموجودة في الفيديو ده. كمان لو انت عايز تشارك في جروباتنا على الفيسبوك والواتساب والتيليجرام فانت بتلاقي اللينك بتاعنا موجود في الويب سايت هنا او بتلاقي في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده لمتابعة جميع المنحة الدرسية فرص التدريب الموالع بالكامل. طيب انت لو عايز تدخل على مباشرة ان تضغط هنا. انا هدخل معك على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. وهنشوف مع بعض كل بينات والمعلومات الموجودة هنا. هقول لك هتجيبها من فين? وهندخل على مع بعض. هنيجي ونضغط هنا. هنا فتح معك الموقع الرسمي الخاص بفرص التدريب ده. انت بتيجي هنا تضغط على عشان تشوف كل حاجة خاصة بفرص التدريب دي. بتلاقي في فيديو هما برضو سايبينه هنا. لو تيجي هنا ضغط على هنا برضو بيدي لك معلومات. هنا مساعة سبيل المسال من اللين فيقدم على فرص التدريب المقدم من في الولايات المتحدة الامريكية. هنا بتلاقي معلومات تانية لو انت عيس تغيرها بتبدأ تغيرها. انا مش هطول عليك وقت الفيديو. انت هنا بتلاقي في اللي هما للمنحة او فرص التدريب دي. هنا بتلاقي مسلا امازون جوجل وتفر دي معلومات تهمك انت ممكن تغيرها. رح استغيرهم من هنا انت بتغيرهم على مهلك. عشان ما تقولش عليك وقت الفيديو هضغط هنا على بعد هنا بيدي لك شوية تعليمات بخصوص الابليكيشن. انت هتضغط على اللينك ده. بمجرد ما تضغط على اللينك ده بيحوالك على الصفحة دي. لو عايز تغيرها المعلومات دي تانية انت بتغيرها. هو هنا بيقول لك ان في في الولايات المتحدة الامريكية. في موجودة في طيب انت عايز تقدم انت هتيجي هنا وتضغط على وهيدخلنا على وبعض زي ما هنشوف دلوقتي. طيب انت مطلوب منك هنا. انت لو عايز سيروا حاجات دي بتغيرها. طبعا هو هنا بيقول لك طلب منك طلب منك طلب منك اللي هو شخصين يكون وصيين عليه وتدخل بياناتهم في طيب انت هتيجي هنا تضغط على انا بمجرد ما هضغط على زي ما انت هتشوف معي دلوقتي هيدخلنا على مبشارة. هنضغط على هو هنا طبعا دخلنا على مبشارة لكن انت لو اول مرة تسجل ايه اللي هيحصل معك هتضغط على فهو هيجيب لك صفحة موجود فيها الايميل والباسورد انت بتكتب الايميل بتعجب وتكتب الباسورد وتحت كلمة بتلاقي فيه جملة مكتوب فيها لو انت اول مرة تسجل فانت عم تشكها المربع ده فانت بتضغط على المربع ده بعد كده بتضغط على صمت وبتروح على الايميل او البريد الالكتروني بتاعك بتلاقيهم بعتقول لك ايميل في كود بتدخل الكود بعد كده بتضغط على صمت بيفتح معك ده. انا طبعا فتح معي على طول عشان انا اعملت تسجيل قبل ما راح لك الفيديو. طيب هو هنا طالب منك طالب منك تدخل اسمك الرابع هنا. بعد كده طالب منك تدخل اسمك انت هنا تدخل اسم والدك هنا بتكتب العنوان بتاعك هنا عنوان المنزل بتاعك. هو رقم منزل رقم الشارع اسم الشارع. طبعا هنا بتكتب مدينة بتاعتك هنا بتكتب بوستر كود الخاص بالمدينة بتاعتك بتكتب على جوجل بوستر كود زي اسم المنطقة اللي انت منها بتلع لك رقم انت بتكتبه هنا بتكتب محافظة اللي انت منها دولة اللي انت فيها. هنا بتكتب الايميل بتاعك بتكتب رقم التليفون بتاعك. هنا بتكتب قود الدولة بتاعتك بتكتب رقم تليفونك. بعد كده هنا بيقول لك هو هنا بيقول لك اسم الجامعة بتكتب اسم الجامعة. عنوان الجامعة طالبه منك بتكتب اسم الشارع اللي فيه الجامعة المدينة فيها الجامعة المحافظة فيها الجامعة الدولة اللي فيها الجامعة بتاعتك. بعد كده هنا بيسألك وبيقول لك لو انت طبعا بتشتغل يعني تخرجت فانت هنا بتكتب مسمى الوظيفة بتاعك مكان اللي بتشتغل فيه رقم تليفون العامل لو انت لسه طالب في الجامعة فانت هنا بتكتب ان انت تكتب اللي هو الكلية اللي انت بتدرس فيها او القسم بتاعك اللي بتدرس فيه بتكتب رقم تليفون القسم بتاعك هو الجامعة بتاعتك بعد كده هنا بيقول لك انت هنا بتقول له لو انت خلاص اتخرقت فانت مسلا بتقول له ان انت حصلت على او مصر او دكتوراه وتبور لو انت مسلا لسه في البكالوريوس فانت بتكتب لو انت متوقع ان انت تحصل على درجة البكالوريوس لو انت في مصر الدكتوراه بتكتب الدرجة المتوقعة انت تحصل عليها. سواء تخرجت بتكتب الدرجة اللي انت تخرجت منها او لو متوقع فانت بتكتب الدرجة العلمية اللي انت متوقع ان انت تحصل عليها. بتكتب هنا الدبارة من انت بتاعك المجال اللي انت تدرس فيه. هنا بتكتب تاريخ التخرج بتاعك. لو انت تخرجت بالفعل او المتوقع ان انت تخرج فيه. بعد كده هنا بيقول لك هو هنا بيقول لك المكان اللي انت ممكن في حاليا. يعني انا مسلا من جمهورية مصر العربية من مصر فانا هنا كتبت العنوان بتاعي في مصر. لكن انا ممكن حاليا في روسيا فانا هنا اخترت لو انت من دولة بتكتب عنوان الدولة بتاعتك هنا في ولكن العنوان اللي انت ممكن في حاليا بتدخل العنوان اللي انت ممكن في حاليا. طبعا لو انت عايش في نفس الدولة فانت هنا بتدخل نفس الدولة بتاعتك هنا مرة تانية. بعد كده هنا انت طبعا لو طالب عندك الجنسية الامريكية فانت هنا بتضغط على ياس لان فيه برامة خاصة بالطلاب الملويات المتحدة الامريكية لكن لو انت مش ملويات المتحدة الامريكية فانت هنا بتختار بعد كده بنيجي للجزء ده ده الجزء الخاص بي اللي هم الرشخاص الوصيل عليك انت انت هنا بتدخل بيانات عن الشخص اللي يكتب لك خطاب توصيل انت هنا بتكتب الايميل الخاص بالشخص الاول واسم الشخص الاول هنا بتكتب الايميل الخاص بالشخص التاني اسم الشخص التاني. طيب لو انت عايز تتزود ناس ثانية هتكتب لك فانت بتعمل على علامة الزائد هنا فبيجيب لك بيانات شخص تالت. طبعا انت قبل ما تقدم على الفرصة دي فانت بتروح تتكلم مع الشخص. طوله انت مقدم على منحة تدريب في الولايات المتحدة بتفهموا نظام التدريب. لان انت بعد ما تكتب بيانات بتاعتهم هنا وبتيجي بتضغط على ساب مت هم بيبعتوا ايميل ليه الاشخاص دول بيسألهم بيقولون من الطالب الفلان يقدم معنا في الفرصة دي واحنا عايزينك تكتب فهو لازم يكون على معرفة عشان يكتب قوي يدعمك في التقديم على الفرصة دي بعد كده انت بديجي بتعمل تشك على المربع ده وعلى المربع ده بعد كده بتضغط على ساب مت وبعد ما بتعمل ساب مت انت بترفق له سيرة ازتية بتاعت اقاوز وبترفق له بيانات درجات. بكده انت تكون قدمت على فرصة التدريب المقدمة من في جامعة كاليفورنيا. بالولايات المتحدة الامريكية وبكده هنكون خلاص شرح طريقة التهديم. هتمنى ان كل شاف الفيديو يستفاد ويقدم على فرصة دي. وما تنساش ان فيه عروض خاصة لمتابعك على دكتور المنح سواء عايز تقدم على فرصة التدريب دي او على اي منحة تانية. تمني لكم التوفيق. ما تنساش منعية الفيديو. تعمل لايك وتعمل سابسكرا واشتراك في الكنانات فعل الجرس حتى تتابع معنا كل ما يخص المعهد الرسالي المجانية وفرص التدريب الممالك بالكامل. وشكرا.